من الواضح بأن هناك ما يمكن أن نطلق عليه توغل محدود أو مناورة برية إسرائيلية على الحدود مع قطاع غزة برأيك ما الذي تقوم به إسرائيل حاليا بالضبط؟ تحية لك أحمد وتحية صمود لشعبنا في قطاع غزة وعزاء متجدد دائما لكل فلسطين ولبنان منذ بداية الحرب قلنا أن العدو الإسرائيلي مضطر إلى أي نوع من أعمال العدوان البري لأنه مجبر على ترميم صورة الجيش وإلا سوف لا يخسر فقط الحرب ممكن أن يخسر الدولة بكملها ربما هناك بعض المحللين ذهبوا إلى أن إسرائيل لن تنفذ مثل هذا الأمر لكن نحن كنا نقرأ الأمر من الزاوية الإسرائيلية الإلزامية بتنفيذ أي شيء على صعيد البر وهذا يمكن السبب الذي غير تقدير المقاومة الفلسطينية كان هناك خطط موضوعة وفق بعض المصادر لعمليات استدراج أو السمح لهم بالدخول ثم الالتفاف والضرب من خلف الخطوط أو عملية وضعهم فيه كمان لكن يبدو أن المقاومة الفلسطينية لأنها تعرف وبات التقدير واضح أن الإسرائيل يبحث عن أي صورة مصر وتحديدا على صعيد البر لم تسمح له بأخذ هذه الصورة أبدا قبل ما يحدث الآن بغض النظر عن توصيفه منذ فجر اليوم حتى الآن جرت عدة محاولات على مدار ثلاثة أيام شيء سماها استطلاع بالنار شيء آخر سماها لا أنه هي عمليات توغل محدودة وفاشلة أو ترميم للسياج ليس أكثر ولكن الواضح أن المقاومة أخذت قررانا بأن لا تعطي هذه الصورة بمعنى أن حتى مجرد التقدم في قطاع غزة يجب أن يضرب ويستهدف فورا ولا يعطى مجال للإسرائيلي من أجل تطبيق بعض السيناريوات التي نتحدث عنها وهو السيناريو التقريبا الذي رسع عليه الأمريكيون والإسرائيليون وفق تصريحات محلل الشؤون العسكرية ألون بن ديفيد في القناة الثالث عشر وهو السيناريو التمركز ثم الانطلاق أو ما يسمى القضم التدريجي البطيء ولذلك هناك عنصر آخر تحسبت له المقاومة يجب أن نضيف له علاقة بالتوقيت كان لدى المقاومة تقدير منذ البداية أن الاقتحام قد يكون ليلة سبت أو أي عمل بري أيها كان نوعه سيكون ليلة سبت وهذا أمر له علاقة بمعنويات الجنود الإسرائيليين لا ننسى أن حرب 2008 بدأت أيضا بالخداع وتوجيه ضربة في يوم سبت نحن رددنا ذلك في السبت 27 أول أكتوبر ولكن على الصعيد المعنوي الإسرائيلي معني لأنه يبدو أن يخوضها كحرب دينية وتوراتية وحتى بنيمين نتنياهو استعمل بعض المصطلحات والنبؤات في هذا الأمر ولهذا كانت متحسبة أكثر في ليلة السبت من الأيام الأخرى الفكرة الأساسية التي يجب أن نضيء عليها اليوم ونوضح أن قطع الإنترنت له هدف ليس فقط أحداث الصدمة وإنما المساعدة في عملية الخداع الإسرائيلي فاقد لعنصر المفاجأة فاقد لعنصر الزخان فاقد للمعنويات ولذلك بقي له عنصر واحد أساسي كان يعمل عليها على مدار الأيام الماضية وما كب أخبار العملية البرية ثم سحبها ثم أخذ اللعبة بين السياسين والعسكرين في إسرائيل ثم أخذ اللعبة إعلاميا ما بين الإسرائيليين والأمريكيين إلا جزء من هذا الخداع المشكلة أنه إسرائيل تفكر أنها تتعامل مع مقاومة 2014 ومقاومة 2020 رغم شرستها وقوتها ولكن هي لا تعلم أن المقاومة اليوم تسبقها بخطوة خطوتين في كثير من المحاور ولهذا قصصه ربما ستخلال المقاومة التفصيل فيه ولكن الفكرة الصية كما في حرب أكتوبر 1973 ما سمي بثغرة الدفرفسوار ربحة إسرائيل عن هذه الثغرة إما لتحقق صورة نصر رمزي أو إما لتحقق صورة إنجاز حقيقي كبير